بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم بالمحاضرة السادسة من مساق أساسيات البرمجة ولازمنا في موضوع Data Decision Structures واليوم هي المحاضرة الثانية والأخيرة في موضوع Decision Structures أو عالم ال-F أو ال-Condition نبدأ اليوم طبعا في الموضوع اللي هنأخذها خلال المحاضرة الموضوع الأول هنحكي مع بعض كيف نقارن بين الكاركتر وكيف نقارن بين الكاركتر لأن هذا الموضوع مهم بالذات هنستخدمها في ترتيب الأسماء أو التكس كيف هنعمل كلام هاد وبعدين هنحل إشكالية في موضوع ال-Case Small Letter وال-Capital Letter بشكل نهائي وآخر المحاضرة هنتطرق لموضوع Switch Statement وهي صورة تانية عن عالم ال-else-if ladder وحنشوف أمثلة عليه وآخر شيء هنأخذ بعض مثالين أو two exercises خاصات بالبرمجة وهيك بنكون هنختم المحاضرة اللي خاصة بال-Decision Instructor ونبدأ في أول موضوع اللي هو موضوع ال-Comparing characters كيف نقارن بين الأحرف مقارنة الأحرف موضوع بسيط ومباشر هنحن نستخدم نفس ال-operator اللي كنا نستخدمها مع الأرقام نفس الشيء يعني مثلاً عايزين نشوف إذا رقم character بساوي نفس ال-character هنستخدم موضوع اليساوي يساوي operator ومثلاً احنا عنا في الكود اللي معنا هن أنا مخزن كلمة خالد في ال-name اللي هو ال-type-tow-string وطبعاً إحنا عايزين نجيب الحرف الأول فمنستخدم اللي هو ال-function تاعت name.char-at-0 فهنا بيرموز للمين لحرف الكال اللي هو أول حرف من الاسم وهيخزن لي طبعاً في ال-character-ch اللي هو طبعاً ال-variable-ch وال-type-tow-char فجينا هن عايزين مدام نقارن character مع character فهنستخدم character data type فهنقول له هن إذا كان عندي ال-ch اللي هو ال-type-tow-character اللي هو ال-variable اللي تخزن فيه الحرف الأول من كلمة خالد اللي هو في المثال المعنى capital-k بيساوي الحرف capital-k طبعاً هاي طبعاً هيساوي البعض فشو هيطبع عنا؟ هيقول لك ده first letter is k يعني first letter من الكلمة اللي احنا خزناها في ال-name وإلا طبعاً the first letter is not k فهنطلع شوف ال-output شو هيعطينا طبعاً هيقول لك ده first letter is k كلام منطقة جداً ليش؟ لأنه هان الكاركتر تساون هدول الكاركتر تساون اللي هو أول كاركتر من الاسم هان والكاركتر اللي احنا حطنا للمقارنة نفس الشي مدام نقدر نستخدم المساواة ممكن نستخدم العدم المساواة نفس الشي عشان test free through inequality العدم المساواة طبعاً برضو نفس المثال أنا ماخد الكود اللي هانا typical بس غيرت من موضوع اليساوي يساوي وحاطين ايه؟ موضوع اللي لا يساوي فطبعاً هنا احنا دخلنا الكلمة تاعة خالد خالد زي خزنناه في النم نفس الشي وأول حرف منه الكي فقيل له هنا إذا كان الكاركتر اللي مخزن في الـ variable ch لا يساوي الكي اطبع للمين the first letter is k وإلا اطبع لنفس للمين الجملة هاي فطبعاً احنا هنطلع هذا الـ condition اللي هانا false ليش؟ ليش false؟ لأنه فعلياً الـ ch اللي هو يحتوي على الكاركتر k كابتال k أساساً اللي بالتالي حيساون بعض فبالتالي بما إنه هذا false من اللي حيتنفذ عندنا جملة الـ else وهيطبع لي على الشاشة إنه the first letter is not k واضح؟ هي بس أنا بس بوضح لي يعني هنا قد يكون التكس اللي هنا مش ماضي كتير بس احنا بنتعامل ككومبيلر إنه كومبيلر إيش اللي حينفذ وليش؟ فالشاهد في الموضوع هذا إنه إحنا هنا الأحرف نتعامل معها نفس الأرقام ممكن نستخدم فيها الأكبر والأكبر من والأصغر من واليساوي ولا يساوي زي ما إحنا شايفين واللي مش واضع إنه هو شو الأكبر من والأصغر من والأصغر 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 ويساوي لأنه هادي مش أرقامي هادي أحرف كيف متى بكون حرف أكبر من حرف؟ طبعا ذكرك إحنا بالمحاضرة الثانية لما أخذنا الجدول اللي خاص باليوني كود طبعا جافا إحنا بتستخدم اليوني كود عشان إحنا بتخزن للكاركتر هنا داتا تايب 2 بايت فبقولنا إحنا ممكن نستخدم هادي اللي هو الأوبريتور ذاكرينهم عشان نقارن برضو بين الكاركتر فبقول لي هنا الحواسيب والكلام إحنا أحفمناه طبعا قبل ذلك لكن إحنا خلينا نعيده هنا الحواسيب دونت أكتشولي استور كاركتر هما بيخزنوش كاركتر وين في الرام يعني الأي والبي والسي الكاركتر بيخزنهم مش في الميبراء أو الرام إنستايت هما إحنا بيخزنو هم بيخزنو النيوماريك كود اللي إحنا بنسميها إيه اليوني كود يعني هو الفعلا اللي يخزن داخل الرام اللي هو اليوني كود تاع الكاركتر اللي إحنا عايزي هنا طيب طبعا بيقول لي هذا اليوني كود بيشمل عدد من كل الأحرف في الألفابيت كان small letter شفنا الكلام هذا إحنا بالجد ولحنشوفه كمان شوي والأرقام من صفر إلى واحد وكل عالم رموز الفاصلة والكما والسيمي كولن أمور هاي وموضوع الـ يعني كل شيء بتشوفه إنت على لوحة المفاتيح وفعليا لكل حرف أو كل زر انت بتشوفه على لوحة المفاتيح إليه اليوني كود خاص بيه وحيكون الجزء طبعا من اليوني كود اللي حنشوفه مع بعض الآن بيقول لي هنا وين كاركتر إز ستورد ان رام أو ممرو لما الكاركتر يتخزن في الممروز إن اكتشوالي إن اكتشوالي إن اكتشوالي دي يوني كود نمبر ذات ستورد يعني هو بيخزن اليوني كود الكلام اللي إحنا حكينا وانا كمبيوتر إز انستركتد تبريند فاليو لو طلب من الكمبيوتر هنا أو الكمبيوتر فعليا لو عايز يستخدم البريند مثلا لفاليو تاعت ويظهرها على السبورة هان إذا كان كاركتر فهيجيب مين فهيعرض للكاركتر اللي كوريسبوند اللي بيقابل اليونيوماريك كود تعمين تعشون اليونيوماريك كود تعمل اليونيك كود طيب نشوف مع بعض أمثلة هنا مثال نحن في عالم اليونيكود وطبعا انا خلينا انا ورجيك الجدول وطبعا لاحظين احنا شفنا التيبل هذا سمنا اليونيكود تابل خلاص ممتاز هنا بيقول لي في عالم اليونيكود اللترز ارانجد ان الفاباتيك اوردر بالفعل يعني اطلع على الأحرف انا مرتبين اي بي سي بدهو في الكابيتر بعدين دخل عالمين على السمول لتر بالترتيب الالفاباتيك اللي احنا متعودين عليه احنا بيقول لي هنا لاحظوا ان هنا اي بتيجي يعني بفور بي قبل بي اي بتيجي قبل بي خلاص يعني هنا ليش هنا اي بتيجي قبل بي تعالنا اطلع ان قيمتها فعليا اقل يعني الرقم او الكود تاحه اللي هو الرمز او الكود نيوماريك كود خلينا نسميه النيوماريك كود تاحه هتلاقيه فعليا اقل ليش لانه عندي هنا 0041 يعني 0041 اربعة وحد اقل من 0042 اقل من 0048 اقل من 004D الى اخره فبلاحظ كيف احنا التركيب بتاعت الجدول اللي هان اللي هو تاع اليونيكو والتيبل كتير مهم ها نركز على النقطة عشان نفهم ليش في المقارنات تاعت الكاركتر او حتى السترينج راح نرجع نستعين في مين فهذا الجدول فبقول لي ها نلاحظ انه ايه ستيجي طبعا قابل بي لاحظ ايه قابل بي فالعالم اللي هان العالم الشق اللي هان هو العالم الاقل واللي بيجي before قابل في الترتيب هو اقل قيمة وبالتالي هو بيجي بالترتيب بالاول وكل ما بنيجي له هيك بنيجي إلى تحت وبروه على اليمين بيزيد القيمة تاعته الرقم يعني هو اكثر وبيجي في الترتيب هو البعد يعني هذا القبل وهنا البعد هنا قبل وهنا بعد هذا الاقل وهذا الاكتر طيب هذا الكلام كيف حنستفيد منه زي ما حنشوف مع بعض فبقولي هنا بس نرجع للتعريف هنا اني الميوماريك كود للاي اقل من هاي less than the code للكاركتر بي فبالتالي لو احنا كان في عنا بوليان اكس بريجين بيقولي اي اقل من بي يعني الكاركتر اي اقل من بي هذا true ولا false هيعطيني ايش true لانه فعليا الميوماريك كود تاعت الاي اقل من الميوماريك كود تاعت البي راضح النقطة هاي طيب لكن السؤال هنا اذا كان عندي هنا اقل من بي طيب حل لو جيني اطلع حل الاي الكاركتر اي اقل من الكاركتر بي كابتال لتر يعني هل اي سمول لتر اقل من بي كابتال لتر يعني بدل الاي اللي هنا حطينا مين اي سمول لتر هاد هحطيني ايش false ليش false لان حسب الجدول احنا هللاحظ انه اي سمول لتر اي اكبر من بي مش اقل من بي هاللاحظ كيف اختلفت معنا هاد الملاحظة مهمة عشان نشوف ما بعد كيف قاليت الترتيب اللي هو في الجدول تاعة اليوني كود اللي معنا طيب مثال تاني احنا هنا نعز الكلام اللي حكيناه مني خلال المثال جاي اللي هنا مخزي لي اسمتها طبعا تاعة اليوني كابتاąć في النام وقايين لي هانا احنا خزي لي اول كاراكتر من اسمتها اللي هو التاعة اليوني في الحلقي فقايين لي هال التاعة اليوني كابتاقي أقل ويساوي؟ نعم لأنه بالفعل هذي كان نيوماريك كود تاعتها أقل منها طب كامل نيوماريك كود تاعت التي اللي هو 005 4 لكن هاي 006 1 فطبعا هذي ايه فعنا هنا قيمة التي هنا أقل من قيمة السمول لتر ايه فبالتالي هتطبع عنا الجملة هاي قيل لك it's before a ففي الترتيب رح تيجي عنا مين فالتي كابتل هتيجي قبل هتيجي قبل الايه وبالفعل هذي الكلام ظهر عنا هنا بالشاشة واضح الملاحظة هاي كتير مهم ان احنا نعرف كيف مركب عنا اللي هو ال unicode table اللي معنا وطبعا هذا مش مبني من فراغ وحنشوف كيف هيفرق معنا بعد هيك فلما نستخدم في مقارنة الكاركتر وحده في مقارنة تاعت the string طيب الان بالنسبة ندخل اخذها بالنسبة لعالم الكاركتر عالم the string اللي هو عبارة عن مجموعة من الكاركتر واحنا لما كنا اخدنا موضوع comparing بين the string مع بعض احنا اخدنا قبل هيك موضوع equal وكنا نقارن كاركتر يعني string واحد مع string الثاني وطبعا اذكركوا ان احنا في نهاية المطار هذا بيرجع لي اللي هو retain value تاعته اللي هي boolean فاذا تساوى الرقم واحد مع string الثاني حيرجع لي true وإلا حيرجع لي false اذا كانوا not equal اذا بيسوون نش بعض هذا الكلام احنا اخدنا قبل هيك لما شفنا ال function او ال del او المثل بتاعت ال equal لكن الان احنا بدنا اللي جديد عنا هنا بان احنا عايزين نجاه الموضوع من ignore case لانه موضوع هنا ال capital letter و small letter كان يعمل عنا اشكالية يعني بين هات المطاف لو انا عايز ادور على text معين مثلا داخل text معين يعني انا عايز ادخل كلمة ادورها ادور الكلمة هاي داخل انا عايز ادور الكيس تاعتنا يعني ما تدخمنيش في الدوامة هاد انه هان مرة small letter بتفرج عن capital letter وزا كان نفس الحرف فاحنا على حل الاشكالية هاد هنستخدم مين وهنشوف مع بعض يعني مثال اليوم انا معطيك في الكود اللي معنا name واحد مخزن فيها mark زي ما انت شايف اسم mark او كلمة mark في string 2 اللي هو name 2 mark هي دربالك نفسها لكن هان عامل الر capital letter بس هي فعليا نفس الكلمة لكن هذا الكلام احنا اذا استخدمنا equal زي ما شفنا احنا في محاضرات سابقة طبعا هذا الكلام يساونيش بعض يعني هذا مشروع تتنفذ لانه في اختلاف بينهم اللي هو بين الرسم واللتر والاركا بتاللتر فالحيتنفذ عندنا حيطلع لهذه الجملة حيقول لدي ارنات equal هذا كلام صحيح لكن اذا كدرنا نعالج المشكلة هاي من غير من ننظيف او من وجع راسنا احنا هنستخدم طبعا شايف equal وحنضيف كلمة ignore case يعني هذا صارت دالة تانية حينا هادي التالة تانية برضو نفس الشيء هي هتتجاهل اللي هو موضوع small letter و capital letter فهي فعليا ضمنيا يمكن بتحولهم كلهم ل capital letter وبتقارن بينهم زي ما احنا حاولنا نعالج المشكلة هاي في مثال شفناها قبل هيكد في المحاضرة الثانية او الثالثة اعتقد لكن هانا عادي مثل تجاهل فهو هانا بيتجاهل موضوع small letter وال capital letter وعشان هيك في الحالة هاي راحز ايش هرحطي هنا هيقول لي الر equal انا على فكرة هو الكود نفس الكود انا لم اغير شيء يعني مثلا لاحظوا الكود اللي هان والكود اللي هان نفس التكس بس اللهم ماذا عملتان بدأ ما عملت name 1 dot equals name 2 حطيت name 1 dot equals ignore case name 2 فطبعا الoutput تاعة البرنامج اختلف معي وهذا النظام اللي احنا هنتبعه اذا كان احنا مطلوب منا بان احنا نجاهل موضوع cases تاعة الاحرف بدنا نستخدم اللي هي del هذا بالنسبة لموضوع اللي هو equal لكن مشكلة ال equal انه يعني ما بيعطينيش ترتيب لل string هو فقط بيقول لي انه بساوي او بساوي بغض النظر كان استخدمنا هاي او استخدمنا هاي يعني هو فقط بيعطيني ناتج واحد انه هل هادا ال string او هادا الكلمة هي بتساوي الكلمة هاي ولا لا لكن احنا بيلزمنا احنا more advanced او طرق شغلة تانية يعني التفاصيل الاكتر اللي هو دالة زي دالة compare to compare to هنا بتعطيني شغلات افضل بكتير واكتر بكتير وحتى تشمل موضوع من ال equal بغض النظر عن موضوع case او بدون والفكرة هنا بانه يعني ممكن انا اعرف انه كلمة اكبر من كلمة او اصغر منها او بتسويها ونقرأ مع بعض التعريف هنا فبقول لي string class كمان also provides the compare to method هذا اللي هنشوفه مع بعض which can be used ممكن نستخدم متل ترمان عشان نحدد whether one string يعني مثلا text او كلمة واحد is greater than equal to or less than يعني شايفت ثلاث خيارات وهذا الشي طبعا ممتاز لانه يكبر اي احد يعني هو موضوع equal اللي حاله صار لا يكفي فانا هان سيعينه في الزي ثلاثة في واحد فبقول لي هانا لكن الفكرة في الميثود اللي هانا ما بيرجع ليش boolean value ما بيرجع ليش boolean value لكن موضوع اللي يكول بيرجع لي boolean value هذا بيرجع لي ايه integer value هذا شيء غريب الميثود اللي هانا بيرجع لي integer value هذا ملاحظة مهمة وطبعا احنا integer value بقدر انا من خلالها اعرف انه اقل من اكبر من او يساوي فبقول لي هانا اذا كان return value تعت الميثود اللي هان اذا retain value تعته negative يعني اقل من صفر معنات الكلام ان string واحد اقل من string اثنين وكلمت string واحد اقل من string اثنين يعني بيجي بالترتيب بالاول اللي هو في الجهة الشمال في الجدول تاع اليوني كود ما هو كل ما قل كل ما كان في الترتيب يعني زي اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من واضح؟ هانا بيقول لي لكن اذا return value تعته zero معنات الكلام ان string واحد بيساوي string اثنين واذا كان عندي عدد positive معنات الكلام ان اقل من string واحد اكبر من string اثنين يعني كلمة اكبر هنا معناها ان هذا الحرف او الكلمة هاي بتيجي وين في اقصى اليمين تحت في الجدول تاع اليوني كود تاعنا تعالنا اعطي امثلة هان عشان نعزز النقطة هاي لان هذا الفنكشن هذا صار شامل يعني هو يشمل موضوع equal لاحظ هاي موضوع المساواة وحتى بيحدد اذا كان اقل من او اكبر من طبعا الموضوع الاقل من الاكبر من اهميته وين اهميته حنشوفها مع بعض لما احنا عايزين نعمل سورتنج او نرتب مجموعة اسماء مثلا كيف حنرتبهم بناء عليش فحنستقدم طبعا موضوع الكمبيرت وزا ما حنشوف طبعا من خلال اسئلة الواديو هاي المثال اللي معنا هان انتبه معي جدا ايش اللي احنا الكود هانا شو اللي حيطبع لنا ايا اولا قيل لي الكلمة خالد وخالد نفس الكلمة ومخزنها في نام واحد فانا هانا مقارن او المثل اللي هو كومبيرتو فانا هانا مقارن جاي له اذا نام واحد كومبيرتو نام اتنين اكبر من صفر يعني ما تكلام انه بوزيتف شو يعني بوزيتف يعني السترنج الاول هيكون اكبر من السترنج التاني بس انا بلاحظان ان هدول الكلمات اللي هان نفسهم موتيبكل لما انهم تبكل فهذا الشرط اللي عندي هانا فولس فاصبع مش هتنفذ الجملة هانتقل مين الجملة اللي بعدها هانا هيريقارن الان نام واحدة كومبيرتو لاحظ يساوي السفر ولاحظ هانا بما انهم بساوين بعض فاصبح الريتين فالو تعتها هتعطيني سفر عشان هيك هالا هيتحق الشرط اللي عنا هانا هيك وهذا الجملة اللي هيتم تنفيذه وبعدين هايظهر لوين للجملة اللي هاي طبعا لاحظ الجملة هالا انا بدي اطبع واشوف ايش القيمة اللي هتطلع معاي يعني انت بتقول لي كلمة negative هان وكلمة positive بس مش محدد لي قديش القيمة انا عايز اعرف انه يعني اذا كانت negative او positive او zero كيف هنطبع هنطبعها برضو باستخدام مين system that print line وموضوع هدا هنشوفه مع بعض فلاحظ هانا ايش اعطاني وهذا كلمة صحيح قال لي هانا خالد same as خالد يعني مفت لي اني جملة مفت لي الجملة هاي ليش؟ لانه الشرط اللي هانا تروح ليش؟ لانه برضو هدا ال return value التعت اللي هانا اعطتني بتساوي صفر يعني القيمة اللي هانا هيك ال return value ال return int تجارة ساوي الصفر والصفر يساوي الصفر فاعطاني true عشانك تم تنفيذ مين الجملة هاي واللاحظ هانا الصفر هاي اعرض ليش شايف ايش اللي طلعت عندنا هان هادي الصفر ال return value تعالتها الصفر طب ليش ال return value تعالتها الصفر؟ لان الاسمين بتبكى لنفس الاسماء بساون بعد طيب تعالوا نشوف فانا المثال تاني اللي هو طيب وقتينش لما بساوننش بعض الآن اللاحظ معاي هانا عنا الاسم واحد اسمه علي خلاص والاسم التاني اسمه علاء اسمه علاء او علاء بغض النظر هالحين هانا مين اكبر من مين اولا لو دي نرجع بالاول هان هدول كلمة كيف اعتبرهم بساون بعض انا قل صدا اجعل الحرف الاول اللاحان لقهم نفس الش والحرف اللاحان نفس ايش لسمنا ال something واللهانuating هو الهان نفس الشي اول فرق بينهم صفر كل فرق بين حرف وlenله بالترتيب صفر صفر فانا مخلصت الكلمة طلعت بساون بعض لكن اجاه هانيا عندنا في اول حرف نفس الشي الحرف اليه والحرف اليه بساون بعض او الم pewno gehen او الفرق ما بينarme الـ numric code تحتهم 0 و الـ numric code بعد L و L برضو 0 الان اختلاف عنا وين في الـ I و الـ A السؤال هنا الـ I و الـ A دير بالك الـ I بتيجي بعد الـ A لان الـ numric code تحت الـ I اكبر من الـ numric code تحت الـ A طيب يعني ايش فهمنا من الكلام اللي هنا هل حين لاحظ معاي ها فعشان ايك انا بدي ارجع الان وين الـ I وين الـ A لاحظ ها وين الـ I وين الـ A اولا هاي الـ A خلاص وين الـ I هاي الـ I فنطلع هنا انه قيمة الـ I هنا اللي هو الـ string الاول هيطلع قيمته ايش اكبر لان نلاحظ كل ما بنيجي هيك احنا اتفاقنا و بننزل تحت القيمة بتزيد فبالتالي كلمة الـ character A بيجي قبل مين قبل الـ I في الترتيب لكن هادي قيمتها اكبر طيب اكبر بكام الكبر عندنا هنا او الـ return value مش هتعطيني الصفر شو الرقم اللي ها يطلع الرقم اللي هو الـ difference يعني لو جيت انت من ايه عشان اصل للـ I حنبدأ من وين يعني هو فعليا الـ string الاول هاي و I لاحظ هيمشي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى هيمشي كام تمانية يعني بنسميه difference عندنا هانا بيساوي تمانية خلاص او الـ offset نحكي عنه هان تمانية تمانية عندي بالموجب ولا بالسالب بالموجب ليش لانه هذا العدد الاكبر يعني رايح من الصغير لالكبر تعالي نشوف ايش هيطلع معنا احنا بالسبورة هان او على الشاشة فلما طلعنا شغلنا الكود اللي هان العدد اللي هان بما انه هاي نيم واحد لاحظ متى نيم واحد بتكون اكبر هاي شايف زاكر هاي نيم واحد وهاي نيم اتنين نيم واحد اكبر من اتنين اتنين فايش حيرجع لي الـ positive عشان هيك اه واش اعطاني هان تمانية كدش تمانية اللي شفنا اللي هي المسافة اللي كانت مبعد بين الحرفين اللي اختلفن عن بعض بين الـ I والـ I طبعا فيش داع انه يكمل انه خلاص انا بيانت عنده انه علي اكبر من علاء بالتالي الكبر هنا يعني نلاحظ مين اللي هيشتغل يعني الناتج اللي عنا هون في الكبر فالعدد اللي هان هيطلع عدد موجب لأن سترينج واحد اكبر من سترينج اتنين فحيتم تنفيذ الجملة هاي فهذا اللي طلعت معنا على الشاشة طيب تهنا نشوف احنا مثال تالت يغطي النقطة التالتة الحين في المثال اللي معنا اللي هان امحي بس نهي جبنا مين رامي ورماس طب مين قبل مين رامي ولا رماس اول شي الكابتل اي يعني الار نفس الار والا هانا وهانا الاي سمول لتر دير بالك الاي كابتل اي بتيجي قبل مين الاي شو يعني قبل لانه قيمتها اليوني كود تاعها اقل من اليوني كود او اليوني كود تاعت مين تاعت السمول لتر اي بكام تفرج ما حتى علي نشوف يعني اكبر بقديش هاي عنا مين هاي الاي وهاي عنا مين الاي خلينا امحي بس للسكراتش اللي هان هنمشي احنا من هانا هيك لما نصل ل مين لهاي عد معنا احنا في الوصول لاحظ هاي اللي اي بدي اصل لهاي هاد الكلمة الاولى وهاد الكلمة التانية فحجم هاد الاتجاه لهاد الاتجاه انا بدي من الصغير رايح للكبير فانعد واحد اتلات اربع خمس ست سبعة تمانية تس عشر احت احت اتناش تلات تلات لما وصلت كان عندي العدد 40 لكن هذا الاربين عندي مدام أنا بادي من الآي من الغيوذة الكبيرة حينحسب عندي بالسالب ولكن كلام حنشوفه مع بعض لاحظ ايش طالع عندنا الناتج حيلاحظ ايش الناتج طالع عندنا الناتج لكن ايه بالسالب ليش بالسالب لأنه كلمة رامي اللي هي string 1 أقل من رماس اللي هي string الثاني واضح فبالتالي عندي القيمة حتكون ايه بالنغتف لكن قديش القيمة بالنغتف يعني الرقم نفسه الانتجر نفسه سيبنا من موجب او سالب 40 ليش 40 طلع معنا عشان نفهمنا رحنا رجعنا على موضوع اليونيكو التابل شفت انت الجدول معناتها الخاصة بالاحرف وعدنا عدنا اللابس اللي هو الافست الفارق ما بينهم عد اكم من خاني او اكم من كاركتر مشيت عشان اصل من الكاركتر A capital letter لما وصلت للكاركتر A small letter طبعا لازمني 40 كاركتر فهذا هو يعني مفهوم الرقم اللي هان اذا انت حاب يعني تتعمك في هيك موضوع طيب الان احنا هنحل مشكلة الكيسز تاعت السرينج عشان يعني لان احنا حكينا هذي احنا برد تواجه عندنا مشكلة بالذات في الانجليزة على فكرة انه A small letter و capital letter بالنسبة للجابة هي case sensitive يعني بفرق ما بينهم والكلام هذا احنا شفناه حتى في اسميع المتغيرات او حتى في التكس زي ما شفنا مع بعض فلحل المشكلة هان احنا هنستخدم دالة ثانية فانكشن تاني هو نفس الشي هو compare to لكن احنا هنضيف له ايش to ignore case يعني فقط يعني مش معاقدة موضوع كتير بسيط تعال نعطي مثال مباشرة هو طبعا بيقول لي هذا الميثود شايف works like the compare to لاته وشفناه اللي هو طبعا بالثلاث حالات تاعته اذا كان positive او مساوي او negative except the case of the character طبعا انا ignore يعني بما نوجد مش هتطلع على الـ small letter و capital letter فنعطي مثلا الاسم عندنا خالد وخالد لاحظة ذلك الاثنين بساوان نش بعد وحنا في الطريقة التقليدية هنا انه هذا الـ a اللي هنا فعليا هذي اكبر من هذي يعني في الترتيب هذي بتيجي بعد هاي في الترتيب يعني لو زيجي نرتب الاسمين يعني فعنا هنا الناتج لتعتها ايش اللي هيطلع عندي هنا عدد احيجي يقول لي في الترتيب طبعا هو هيطلع عندي عدد موجب ويتنفذ عنده الجملة اللي هنا هي وهي اضبط معنى اخر انه هكلمة خالد اللي هنا شايفها افتر مين خالد اللي هنا تيجي بعديه صح؟ يعني بيساوان نش بعد انما فعليا لو حطينا نفس الكود اللي موجودها احنا بالفعل انا مغيرتش في الكودش انا بس الكود اللي اللهم احنا بدل كلمة هاي حطينا كلمة ايش حينيم 1.compare 2 حطينا كلمة ignore case في الحالة هاد ايش هيعطينا في الحالة هادة الـ tem 2 حيساوان بعض والـ offset اللي بينهم حيساوى صفر وبالتالي هتتنفذ عني مين الجملة هاي عشانك اعطاني هو كلمة خالد same as خالد لانه حتى ما اختلاف الحرفين اللي هنا بس هاي الفكرة في موضوع تحت الـ ignore case وحال لاحظ بالفعل ان هادة اللي هي استخدمات حتى رايحنا قدام بالذات في موضوع sorting في موضوع الترتيب لما تردت مثلا اسماء اشخاص معينين مثال تاني هنا مثلا هاي عنا كلمة علي وخالد لاحظ هنا كلمة علي هنا هيك الاي هان لاحظ هادة كونا small letter بتيجي بعد مين الكي كابتال لتر اللي فعليا هتنفذ مين عندي الجملة هاي اما هنا عندنا تلاحظ فكلمة تعالي بالفعل هتيجي كلمة ابعد خالد ليش لانه حرف الاي هانة في الترتيب اكبر بكتير من الكي كابتال لتر اتذكر معانا بعض الهول جدول اليوني كود لكن لو انا حولت هادي كابتال لتر يعني عملت اجنور للكيس كانت اجنور كابتال لتر يعني كلا هما يكون نفس الكيس هاي معناها طبعا هيكون اي عندي حتيجي قبل اللي هو الاي قبل الكي فعشان يكن لما ضفنا غيرنا احنا اجنور كيس تجاهن الكيس ايش كالي هانا حتيجي بفور خالد لانه اسست عامل معها انه التنتين فش احرف وكابتال لتر وبالتالي اي متعارف عليه بيجي دايما قبل الكيس اذا احنا جاهنا الكيس يستعتل احرف طيب هذا بالنسبة لي موضوع الكاركتر ومقارنات بينهم وموضوع السترينج والمقارنات ما بينهم نيجي على موضوع السترينج وطبعا السترينج وطبعا السترينج هاي تول مشهورة جدا في عالم البرمجة الا انها يعني هي عبارة عن حالة خاصة حالة خاصة او جزء معين من عالم الـ والتركيبة تاعته اللي بيفرق معنا بانه اصل في عملية القراءة لليوزر في الترتيب الكود فقط لكن هنلاحظ مع بعض انه محدود يعني مش معطيني الكامل الحرية زي موضوع الـ الفكرة هنيجي نقول له موضوع السترينج وهانا عنا في قيمة ضبل او منفعش لازم يكون ايه من الانواع هدوة طبعا الموضوع الـ سويتش هنفتح طبعا من هالا هادا هو البضي تعمين بتاع السويتش الان القيمة اللي طلعت هان هاد الـ بعد التقييم هيطلع عند الـ فبيجي هان الكمبيلر بيجي بطلع هل الـ اختار هد هل هي فلازم يقارنها بها دول هاد و هاد هد او هاد او هاد فهو هيعمل سيلكت هيختار الماتش القيمة اللي هان اذا ساوت القيمة اللي هان فهيبدأ ايش يعمل بعدين بحط القيمة بعدين بحط القولم اللي هنا هيك أصبح هيتنفذ مين شايف فبقول هتنفذ الجمل اللي هنا فقال لك these statements are executed if the test expression اللي هنا is equal to value 2 واضح لكن لو كانت بتساوي value 1 هيتنفذ جمل value 1 الملاحظ هان موضوع مين break موضوع break كان موضوع أساسي لأن لو فرضا أنه مثلا أجا وكانت القيمة اللي موجود في text expression هان هي نفس قيمة add value 2 مين اللي هيتنفذ طبعا حيتنفذ الجمل هان وآخر جملة بنحط كلمة break break شو بيعمل بيطلع execution برات مين يعني بوجهنا برات body تع switch مباشرة لكن لو ما شلناش لو ما ضغطناش لو كانت هذه ملغية مثلا لbreak ما كتبنهاش من هنا هيصير عندنا هنا مشكلة المشكلة أنه بعد ما يخلص هدوله هيك حيرجع ليكمل لمين الexecution اللي هان وبعدين حيرجع يكمل على الexecution اللي هان مش حيجي يقارن هدول الvalues مع الvalues اللي هان طبعا وخيره طبعا توضيح للمثال هذا بإن نحن نشوف مثال يوضح الصورة إنما هانا هي طريق الترتيب بالفعل هي أرتب وأوضح في القراءة من موضوع الف لادر إلا إنه محدود إلى حد ما تعال نعطي مثلا مثال لعننا هاي المثال الأول لاحظوا ماذا ما أعطيني هانا؟ كاللي امعرف لمتغير integer اللي هو النمبر وطلب منه شايف حددين احنا عملين setup للكيبورد وطبعا واحد واثنين وثلاثة يعني اختار ف next integer keyboard.next integer خزال لي في النمبر الآن النمبر هنا هو عدد integer وهذا العدد الانتجر سيتم إدخاله من لوحة المفاتيح يا أما واحد يا ثنين يا ثلاثة لأنه هيك نحدد لنا لاحظ هنا النمبر انتجر بنفع يكون انتجر بنفع نحن عكينا يا انتجر يا شورت يا بايت يا شار يا سترينج بس الآن نجعلم هاي اللي سويتش لاحظ كيف اللي سويتش هنا وهي اللي عندنا الكيس واحد وبعدين هاي الكيس اثنين وهي كيس ثلاثة وآخر شيء هنا موضوع الديفولت وحنحكي عنه الآن في موضوع الديفولت الفكرة هنا انه هاده السويتش بيجي الرقم هاده الرقم ها هيتخزن يا حيكون واحد يا تنين يا تلات المفروض فاذا كان واحد شو هيعمل حييجي مباشرة الكمبيلر على الواحد هنا وحينفذ الجمل اللي هان وبعمل بريك شو يعني بريك يعني حيطلع برات من الباضي تاعت السويتش طيب فرضا لو اليوزر دخل اثنين عسبين المثال طبعا مباشرة حيجاهل هاده وحيروح وين على الكيس اثنين وحينفذ الجمله هاي بعدين الجمله تاعت البريك وحيطلعنا برات من الباضي تاعت السويتش موضوع واضح نفس الشي لو اليوزر دخل ثلاثة اذا ما حنشوف مباشرة بس اللي حيدخل على الكيس الماتش يعني صار هان حينفذ الجمله هاي بعدين حيطبق موضوع البريك اللي هان وحيطلع زيه طبعا موضوع الديفولت هان هاده اذا اليوزر مدخلش من يعني اذا القيمة اللي هان ما كانتش بتساولها هاي ولا هاي ولا هاي هايشتغل مين عندنا الديفولت هاده النظام كتير مهم بريحنا بالذات لما احنا طلبين منه ندخل مثلا واحد واثنين وثلاثة لكن اليوزر دخل لك سالب واحد دخل لك اربعة خمسة عشرين هاده قيم مش هاده اللي بدنا اياه فاحنا بنمسكو هانا وبنقول له تعالي يا ناسبين مثال انه هاده انفالد هنشوف طبعا في الاكسرساز اللي بنهاية المحاضرة طيب نشوف مع بعض الان الاوتبوت تعتها في المثال الاول لاحظ هنا احنا دخلنا العدد هاي عنا انتر واحد واثنينة ها الاوتبوت تعت السيستم اليوزر هندخل واحد وطبعا ضغطنا هنا ايه انتر لما ضغطنا انتر شو تقلي مجلة نفزات الجملة اللي هنو قال لي انت يو انتر واحد وبعدين بريك طلع من هنا ومباشرة مجلة بريك طلع هيك واجه هنا هيك شوف مثال تاني لو دخلنا احنا اتنين لاحظ مباشرة الماتشنج هانا هيتنفذ الجملة التاعات الكيس 2 وهانا عندناها لاحظ لو دخلنا ثلاثة نفس الشيء هاده اللي هيتنفذ لان الماتشنج صار في الرقم 3 واخر شي لو احنا دخلنا رقم غير واحد واثنين وتلاتة من اللي هيتشتغل عندنا الديفولت فلاحظ لما دخلنا رقم اربع هان او غير يعني غير الواحد والاثنين والثلاتة حيطلع لي إيش؟ حيشتغل هو الجملة هان. بالظبط هذا هي موضوع لسويتش فهنلاحظ بالفعل يعني هي من ناحية تنظيم وترتيب حترايحنا كثير بالذات إحنا إذا كان فيه عندنا نظام multiple choices زي الخطيرات زي عمليات زي ما حنشوف مع بعض بعض الأمثلة تعال نشوف مثال تاني عشان بالظبط نفهم اللي هو أليت عمل لسويتش statement نفس السؤال تلك المحاقل السلايد اللي فات وأنا هنا طبعا طالب منه حد يختار واحد أو اثنين أو ثلاثة لكن لاحظ أنا إيش عامل هان أنا مش حاضط موضوع لبريك مدام مش حاضط موضوع لبريك عارفش اللي هيصير معنا بيجو مثلا واليوزر فرضا ندخل هان عندنا واحد وضغط enter اللي هيصير عندنا الماتش وين صار الماتش صار عندنا هان فحيبدأ ينفس بالجملة هان هيك بفش عندي بريك أنا وحينتقل مين على اللي بعديها على الجملة الكيس الثانية وعلى الجملة الكيس الثالثة وحتى على الجملة التعادة الديفولت وبعد ما يخلص بعدين هان ايه بينتهى بيطلع من السويتش لأنه أريد يخلص يعني مثال عندنا هان لاحظ لكن احنا مثال هان لو دخلنا هان محي هيك لو يوزر دخل اثنين تعافش معنا الاثنين معنات الكلام أنه وين الماتشينغ صار الماتشينغ صار هان مدام صار هان يبقى حتنفذ الجملة اللي هان هيك وبعدين حيروه على الجملة تاعت الكيس اللي بعديها والجملة الكيس اللي بعديها وآخر شي لما يخلص لما يخلص مين لنهاية البدء تاعل السويتش فلاحظ ايه هان لاحظ هاناش بيقول قال لك الكيس ستيتمنتز هدول شو ده بروغرام وير تو ستار تكسيكيوتينغ يعني بتقول البرنامج من وين يبدأ الشغل يعني من وين يبدأ التنفيذ يعني لاحظ احنا في الكيسز لما احنا حطينا اثنين هان بدأ لي من وين قال لي اني يبدأ التنفيذ من هان لكن لو كتبنا ثلاثة هيبدأ التنفيذ من هان لو كتبنا واحد هيبدأ التنفيذ من هان هذا هو عشانك احنا بنستخدم من الكيس ستيتمنت خلاص بتورجيني وير تو ستار تكسيكيوتينغ اندبلك لبريك ستيتمنت اللي احنا ماستخدمنا هاش هانا بتقول لي تشوز ده بروغرام وير تو ستاب وين نوقف لبريك فبقول لي هانا ايش اللي هيصير يعني without the break statement لو ما حطناش لبريك زي ما توع منه احنا هان ايش اللي هيصير The program would execute all the lines كل the lines from the matching case لاحظ كلمت the matching case statement to the end of the mean the block يحديت ما نصل لنها يعني مثال المعانه هان شايف الكلام هانا لما دخلنا رقم اثنين بدأ من الاثنين اللي حديت كل نهاية مين اللي بلوغت على السويتش لكن فرضا لو دخلنا احنا رقم واحد هيبدأ من واحد لحديت نهاية البلوغ لو دخلنا رقم ثلاثة مثلا هيبدأ من وين من هنا لحديت نهاية بلوغت فهي معناه هيبدأ اكسيكيوت كل اللاين من 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 كتير مهمة قصة من 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 نفهم هانا انه لابد من ان احنا ما نتجهلش موضوع لبريك لان البريك لو ما كتبناهوش يعني صار عندنا موضوع اللي سويتش عندنا مش منطقية تعال احنا مثال تاني هان يعني برضو نفس الشي هان مش مستخدم برضو لبريك واعطانا مثال لو ضغط واحد عندنا وضحت الصورة حينفذ طبعا هذول الجمل لحديث نهاية مين لبلوك ولاحظ بالفعل هينفذ الجملة الاولى وطبع الجملة الثانية والثالثة واخر الجملة طب احنا لو جينا كتبنا بريك واحد هنا برضو عشان يأكد المعلومة هاي لاحظ لو جينا ضغطنا او كتبنا ضخننا هنا واحد هاي واحد وضغطنا انتر ايش اللي حيصير اول شي وين الماتشنك صار هان فهينفذ الجمل اللي هان وبعدين بحيبدأ نفذ مين هتطلعوا برات مين برات البرنامج او برات البودي تاع السويتش فاللي هيطلع على الشاشة عنا فقط جملتين اللي هو جملة يو انترد واحد ويو انترد اثنين زي ما احنا شايفين لاحظ لما ضغط هنا واحد ايش عمل عنا هنا هيك كتبنا يبعا يو انترد واحد ويو انترد اثنين واضح واضح حان اوضح اننا كتير انا بدت الامور واضحة بانه بريك بالزبط شو بيعمل لانه بالفعل بيطلعني من اللي هو البودي تاع السويتش متى بيلاقيه ووجودهم هنا ضروري لكل حالة اللي هو الكيس لازم اكتب لي بريك لكن الديفولت هان ما بيلزمش اكتب لي بريك ليش؟ لانه قريدي بعد ما يخلص هنا هيطلع مين حينتهي وحيطلع براك لانه المتعارف على ان الديفولت بيكون اخر جملة واضح؟ فهانا بيلزمش نكتب موضوع البريك يعني كتبناها او ما كتبناها حيكون ليها نفس التاثير هذا بالنسبة لموضوع السويتش ونبدأ الان هاي فيه الاكسرسايز الاول اللي هو خاص بالبرمجة وهانا طبعا مثال عشان يوضحنا يعني مثال حي وضحنا اهمية او استخدام السويتش وانا بالفعل هانا عملية اكتر من موضوع او يعني افضل في عملية القراءة او في عملية البرمجة فبقول لي البرنامج اللي هانا شو طالب منه؟ قيلنا اكتب لي برنامج اكتب لي برنامج طبعا ملطيبليكيشن والديفيجن وموضوع المود او الريميندر فبقول لي هنا اكتب لي برنامج اكتب لي برنامج اذا احنا مدخناش احد هدول العمليات حيطبع لي مين؟ اكتب لي برنامج وطبعا هانا هيخطر الابان احنا هذا كلام هنعملوين في الديفولت صح ولا لا؟ نعم وإلا اظهر لي او ديس بلي او ديس بلي انا مش هنبرمج البرمجة اولا تبدأ بالسيدو كود وهتلاحظ الكلام هذا وهميته طبعا كمان في المثال هذا وفي المثال اللي بعديه لانه الهانا في موضوع السيدو كود بيصيرش تركيزك كله على كيف السنتاجش ارر والامور هاي لا تركيزك كله كيف تبني اللوجك تاع البرنامج والمنطق تاعه وبعد ديك موضوع نحن نحاوله على جافا على اي لغة تانية بيصير ساهل انما الاصل هو مين السيدو كود فاول شي احنا هنقول له ابدأ البرنامج وزا ما احنا البرنامج هنا واضح طبعا ابنين احنا السيدو كود حسب فهمنا للمتطلبات تاعت البرنامج واول شي هنقول له prompt user to enter first number مش هيدخل رقمين بعدين ماشي تفضل دخل اول رقم بنقول له get and store هاتو خزنوين في integer variable لانهوش هيكون التايب تاعه انتجار وحنسميه هنا first num بعدين prompt user to enter second number بداخل الرقم الثاني وبعدين هنا بيقول لي get and store into integer variable سمينا الرقم الثاني او second num موضوع بسيط الان هنا هنقول له prompt user to select يعني اطبع للشاشة او prompt user to select اللي هو الجامع طرح ضرب قسمه والمود او remainder طبعا هنا ايش بدي اعمال بدي اخزن هنا انا لاحظ get and store اللي هيختاره هو في string variable operation طبعا اسمه العملية تاعاتنا operation بس السؤال هنا ليش string ليش ما نقول له character وهو فعلا دي character طبعا احنا اتفاقنا قبل هيكن مفيش عندنا طريقة مباشرة لعملية القراءة من الكيبورد والتخزين في character كلام هذا واضع فحنش كونا نعمل كونا نخزن اللي بداخله اليوزر كان حتى لو كان حرف واحد كان نخزنه في string وحنستخدم هان اللي هو char at او character at تكرين معنا كلام اللي اخذتو البرمجة طبعا هتعاززوها طيب فعشانك هو خزن في string variable وسمى ايش operation كمان شغلة عندنا خلاص صارنا جاهزين يعني الرقمين تم ادخال لهم first number وال second number والعملية تحددت الآن عايزين ماشي نستخدم ال switch فالحين switch مين ال operation اللي هو نوع العملية فالcase الاول يعني الحل الاول case plus يعني عند عملية جمع اذا هو في الكيبورد ضغط يعني كتب plus اللي هو الزائد في case الزائد هنا لاحظش عمينا هنا حيقول لي print the result of first num زائد second number موضوع كتير بسيط في حالة الناقص case اللي هو الناقص يعني دخل ناقص print the result طبعا first number وال second number ما هو دخلهم اللي هو حاصل first num الرقم الاول ناقص الرقم الثاني في حالة الضرب result ضرب الرقم الاول الرقم الثاني القسمة الرقم الاول تقسيم الرقم الثاني ودربع لك هذا integer division يعني مش هيطيني ايش كسور عشرية وكيس اللي هو mode او remainder هيطبع لي اللي هو first num اللي هو remainder من second num وبعدين هنا default متى default يعني انه الوزر مدخلش من هدول ولا واحد من العمليات هدول ايش نقول له invalid choice وهذا كلام احنا نلاحظ هيعمل display or message اسمها invalid choice if none of the above entered مين اللي هم none of the above اللي هو اذا ما اختارش واحد من العمليات هدول اعتقدوا انه هنا الكود البرنامج عنا واضح وهيكا احنا بنكون انتهينا و end فلاحظ بالفعل switch هنا هي طبعا افضل يعني اريح طريقة لانه احنا نعمل الكود اللي هان لانه هنا اختيارات واضحة مباشرة وفي المثال اللي معنا لاحظ احنا استخدمنا ال operation ايش يكون الطيب بتاعه string ما فيش مشكلة عنا هنستخدمه string كما هو او ممكن نعمله نحاوله لكاركتر وبس نحاوله لكاركتر هذا الكلام طبعا هنشوفه ايش لم يجي نحول له لجافا يعني اللي هو البرمج نفسه انما هنا المنطق بده واضح هذا هو cd code لان طبعا هنبرمج الكلام هذا لاحظ هنا اول شيء هذا هو الكود بدايته بعدين هنقول لي بنا نعمل setup الميل للكيبورد لانه هنستخدم انه ندخل عنا اللي هو رقمين رقم الاول والرقم التاني وحتى نوع العملية فهنقول لي هنا system that out print اللي هو print the first number ماشي الحال بعدين كيف بنا نحصل عليه هنقول له keyboard.mix integer خزيلي ايه first num فالمتغير ايش اسمه first num هدا هو الطيب بتاعه ممتاز واضح يعني ترجم مباشر لميل للصودي كود بعدين منقول له enter second number وبعدين منقول له هنا second number خزيلي ايه second num اللي هو طيب بتاعه انتجر بعدين ليش عملنا اللي اللي هنا هدا ايش فيديته هنشوف كمان شوية قيل لي هنا system that out that print choose the operation طبعا لجمع طارح ضرب قسمه ورنميندر اختار العملية هن وقال لي هنا keyboard.next line يعني next line بدي استقبل الان هو string صح ولا لا يعني مستنى منك انك تدخل ناص حتى لو كان كاركتر هتعمل مع انه string وحخزنه في مين في choice كلمة اسمها choice مع انه هادي كون حضرتها operation اعتقد بس مش مش نعتبرها choice يعني هي الافضل الاركب انها الكلمة choice او operation مفرقاتش يعني الان السؤال هنا بالدرجة عن نقطة اللي هنا هيك ليش هو هنا رجع عمل flush در بالك لما بعمل هالسطر لحاله هادي هيك بعمل انا flush لمن للبفر وحكينا احنا في امثلة سابقة خلال المحاضرة بانه در بالك لما انك عايز تستخدم keyboard.next line استقبل ممنوع يكون انت قبله مستخدم من انك عامل next integer يعني انك مستقبل منه ارقام اذا بدك تستقبل قبله ارقام لازم قبل ما تعمل next line تعمل من flush للبفر كيف تعمل flush لبفر بانك تعمل keyboard.next line لحاله لكن جرب لو انت مثلا ما كتبتش اللين يعني انا عملته comment جرب على الجهاز حتشوف انت الفرق بين التنتين بوجوده مع عدم وجوده بس هذا طبعا عشان يكون تذكر لك بانك ما تستخدمش next line ويكون قبل او next line بعد next integer من خلال ادخال الا لازم تكون عامل flush للبفر وهيك احنا بنعمل عملية لفلاش طيب لان احنا هلو صار لعننا الارقام الرقمين جاهزين والاوبريشن جاهزين هذي هنعنا لانت من استخدم mean switch فشايفت قال لي case لاحظش عملها مستخدمان كstring لان هو فعليا choice mean string لو حطيت هذي single single save code هيعطيني ايه هيعطيني ار بنفعش نخزن string في character فبالتالي سيستقبلها string ليس لدينا مشكلة فكيس البلاس لما نعملنا القولن سنكتب كل اسطر بعد القولن سيتم تنفيذها فبقول لي standard add print line سيفرد الرقم الاول اللي دخله الوزر لاحظ زائد الرقم التاني اللي دخله الوزر يساوي في الشاشة طبعا ما هيعطيني مجموحهم وبعدين ما هنعمل لازم نعمل break خلاص نجعل من الكيس اللي بعدي كيس الطرح ما هنعمل نفس اللين اللي فوق بس أنا اللهم ناقص وناتج عمليات الطرح موضوع صار مباشر وواضح بعدين break ما ننساش موضوع break بعدين كيس الضرب هنعمل شايف هنعمل هنا حاصل ضربهم بعدين اللي هو القسمة نفس الشي وهنعمل هنا الناتج القسمة وبعدين اخر شي اللي هو موضوع remainder او mode هنجيب الموتاحهم الان عنا اخر شي اللي هو موضوع default فالدفولت فالدفولت هنش هاقول لي system.out invalid choice متى الديفولت هذا بيشتغل لما انفصار فيش ماتشنج عندي لهاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي بيشتغل انت 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 انتهينا من الكود فهذا مثال واضح مباشر وبيننا هان اهمية استخدام للسويتش عشان برضو يأكد لك الكلام اللي شرحناك ده المحاضرة هذا الاكسرساج الاول نيجا على الاكسرساج الثاني وهذا الاكسرساج الثاني او قديش نبين بسيط قديش مؤقت فعشان هيك يعني انا رجعني يعني نركز على العاكية هنا تركيز دقيق المثال بقول لي هنا انه اكتب لي برنامج تريد ثلاثة نيجاتيب انتجرس طيب بسيط ماشي الحال من وين فرم دا كيبور طيب فبقول لي يعطيني ارور اذا كان الارور هي انفاليد انبوت اذا كان وان او مور نيجاتيب يعني اذا كان دخل رقم هما ثلاثة ارقام هنطلب بالمستخدم يدخل ثلاثة ارقام هدول لازم يكونوا موجبات خلاص فبقول لي هنا اذا كان واحد منهم او اكتر سالب اعطير اللي هو انفاليد انبوت وإلا يعني ايش عنه وإلا واننا نخلص له مرتمم يعني ولا واحد منهم عدد سالب وهذا هو المطلوب بقول لي هنا موضوع موضوع ترتيب موضوع الترتيب او موضوع الصورت بنسميه طب تعالي نحنا نركز مع بعض ونشوف ما عنده مثال مبين كتير يعني سهل الا انه كتير كتير معقد طيب اولا منا نفهم قبل ما نعمل موضوع السيدو كود بالاول عايزين نفهم هو موضوع الترتيب كيف بيصير بالنسبة لثلاث ارقام ماشي احنا الثلاث ارقام هنعتبرهم اكس واحد و اكس اثنين و اكس ثلاثة خلاص كيف انا بدي ارتبهم يعني متى حقولوا ان اكس واحد اكبر من اكس اثنين اكبر من اكس ثلاثة او الترتبات وبالاقصح ايش هي الحالات كلها اللي بكون في الترتيب بتاعهم كل الخيارات فحنا نبدأ بالاول اول شي ايش هنعمل يعني الحين طبعا المستخدم هنا دخل قيمة اكس واحد رقم انا ما بعرفوش بس انا حضرت فما تغير اكس واحد ورقم الثاني حطنا فما تغير اكس اثنين والرقم الثالث حطنا فما تغير اكس ثلاثة خلاص فاول شي ايش بدي اعمل انا بدي اجي اقارن المنطق بيقول انا اقارن بدي اشوف اذا اكس واحد اكبر من اكس ثلاثة صح؟ هي بالاول هنا طبعا هنا اذا الشرط true هدي الف والالس ما هو طبعا مدام اكبر يعني اف اكس اكبر من اكس ثلاثة اذا true يعني اتحق شرط true هيروح هيك واذا false هندخل في عالم مية في الجسم او البريتاعة الاس موضوع بسيط طيب هالحين اذا اكس واحد اكبر من اكس ثلاثة يعني قيمة اكس واحد اكبر من قيمة اكس ثلاثة الان انا برضو بقدرش اجزم مين اكبر من مين في هذول الثلاثة فبلزامني كمان اتحق من شغله واحدة بقول لي طيب شوف لي اذا كان اكس ثلاثة اكبر من اكس ثلاثة كمان مرة اتبه معي هانا اكس واحد اكبر من اكس ثلاثة و X2 أكبر من X3 أنا بدي أشيك كمان مرة هان فحين صار الموضوع واضح إذا كان هذا true مباشر إيش حقول مع ذا كلام إنه X1 أكبر من X2 أكبر من X3 يعني الرقم المخزن في X1 هيكون أكبر من الرقم المخزن في X2 أكبر من الرقم المخزن في X3 لأنه شي طبيعي ناخدنا في الرياضيات يعني الرقم X1 أكبر من X2 و X2 أكبر من X3 فكيف هيكون الترتيب تاهم واضح X1 هيكون أكبر من X2 أكبر من X3 لكن السؤال هان طيب لو الكلام هان طلع false يعني عنده النقطة هاي إنه ماشي احنا متفقنا ما توصلنا للنقطة هاي دخلنا في العالم اللي هان في حالة واحدة إنه لما أنه X1 أكبر من X2 لما جينا هان عايزين نشوف إذا كان X2 أكبر من X3 بعد كلام إنه إحنا هيترتيب عندنا وخلصنا طيب لو X2 أكبر من X3 false شو يعني false؟ يعني X3 هي أكبر من X2 يبقى ناش بده شايك؟ بده شايك بين الحين X1 و X3 صح ولا لا؟ فعايزين نشوف هنا هل X1 أكبر من X3 إذا true ها إذا true أولا إحنا نحن وصلنا لهان لأنه هنا X1 أكبر رقم يعني X1 أكبر من X2 خلاص الآن هانا دربة لك بيقول لك X3 أكبر من X2 هان لما وصلنا لهانا معناة الكلام إنه X3 أكبر من X2 هان بيقول لي X1 أكبر من X3 إذا true معناته إنه X1 هي الأول وهي أكبر من X3 و X3 أكبر من X2 لاحظ X1 أكبر من X3 أكبر من X2 طيب إذا كان هذا false اللي هانا معنات ذلك X3 هي أكبر رقم و X3 هتكون هي إيه ها شايف كيف هانا عندنا X3 هي أكبر من X1 وهي أكبر من X2 لأنه هي أساساً قريدة لما وصلنا لهان كمان مرة قلت لك وصلنا لهان لما إنه كانت X1 أكبر من X2 يعني في كل الحالات لاحظ هتلاقي دايماً X1 أكبر من X2 X1 أكبر من X2 X1 أكبر من X2 لكن بس بتم عندنا موضوع مين بين الموضوع X3 واضح؟ طيب نكمل مع بعض هان طبعاً إحنا خلصنا الجانب اللي هان هذا إن تحققش صار تعليف طب لو ما تحققش يعني كان عندنا X2 أكبر من X1 شو بتعمل؟ بدي أشوف هل X1 أكبر من X3 يعني هان شوف طلع كيف هل X1 أكبر من X3 ليش؟ لأنه هانا X2 أكبر من X1 و X1 أكبر من X3 إذا true معنات كلام الموضوع صار واضح إنه X2 أكبر من X1 أكبر من X3 صح ولا لا؟ طيب إذا false إذا false هان أنا بدي أشيك كمان مرة لأن هدي معناها إنه X2 أكبر من X1 و X3 أكبر من X1 بدي أشوف بين من ومين بين X2 و X3 إذا X2 أكبر من X3 true معنات كلام إنه X2 أكبر واحد وهي X2 أكبر من X3 أكبر من X1 لأنه دربالك متى وصل لهان وصل لهان لما كانت عنا X3 أكبر من X1 إذا false معنات الكلام إنه X3 أكبرهم و X3 هتكون أكبر من X2 أكبر من X1 على فكرة إحنا من إحنا هكذا انتهينا يعني الآن هم ست خيارات أنا عندي الخيار هاي الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس هاي الحالات كلها لما بدنا نشوف نقارن أو نرتب ثلاث أرقام مين أكبر من مين بس إحنا هنا بنتعلم موضوع logic يعني موضوع المنطق متى أنا بقول عنه الأكبر في الترتيب فلاحظنا إحنا الموضوع مش سهل برمجيا كمان يعني بالأول لازم نكون فاهمي الكلام هذا الصح عشان نقدر نكتب CD code كمان صح خلينا نكتب CD code هنا نبدأ طبعا بstart وبعد هي كده إحنا حيجي يقول لدخيل لي first number ماشي يدخل X1 variable طبعا integer X1 وinter second number طبعا لازم نقوله إحنا لازم نكون positive يعني بس مش مشكلة وget unstored ix2 دخل الرقمين وبعدين الرقم الثالث هذا هو X3 الآن بقول لي طبعا إحنا هان بدأ شيك إذا بدأ شوفه إذا في حدا منه انسالب ولا لأ فعش بنقول له هاي الif إذا كان f X1 أقل من صفر or X2 أقل من صفر or X3 أقل من صفر إيش عمل إطبع لي invalid input زي ما احنا عملنا هان نحن طلبين منه ومنوع يدخل لي one or more negative يعطينا إيش error message كلام واضح وإلا يعني الelse هانا هاي الelse شايف أنا اش عملها نفس اللون تاعت هاي هاي الelse تابع لهاي الif الelse معناها أن الأمور تمام يعني الثلاث أرقام اللي دخلوا ولا واحد منهم سالب فبالثالث تعال نبدأ نشتغل شغلنا وين نشتغل شغلنا هان فبقول لي حنشيك أول شي نشوف X1 أكبر من X2 وين نشتغل قاعدين هان نلاحظ اللون بالأخضر هاي الif اللي هان شايفها شوف لي بالأول هال x أكبر من X1 أكبر من X2 check if true إذا true إيش عمل هانا إذا true لازم نرجع يش نشيك كمان مرة شايف مدام true يعني هاي إذا true هاي نفسها then check if هاي كمان f دربالك عنا هانا والف هاي اللي هانا على فكرة شايفها بيقول لي دين check if X2 أكبر من X3 هاي إذا true إيش يعمل اطبع لمين هاي الترتيب هاي يعني X1 بعدين X2 بعدين X3 اللي هو مين هاي واضح ممتاز هالحين else وإلا هادي ls تاعت مين هادي ls تاعت هاي ما هو هاي الif إذا true بروح هانا وإذا else هيروح وين هيروح هانا إذا else بيقول لي ها شيك لي كمان مرة شيك check if X1 أكبر من X3 شايف الكلام اللي هان هاي إذا true اطبع لي هاي إذا true شايف هاي true اللي هانا هي نفس true اللي هان شايف ها أنا خدينا أمح كمان مرة لأنه هذا كتير مهم من غتكون فاهمه حي true هاد اللي هي طبعا true اللي هانا معناها شايف والكوندشن هاي إذا تروط بعلمين X1 بعدين X3 بعدين X2 طيب إذا false إيش الف Navy هانا شايف بد change else هاي else تعت F هاي طب السؤال هادي الف اللي هان وين هاي 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 اللي هي باللون الأورنج طب الف اللي هان وين ها هاي الف اللي هان اللي هي بلون ها اللي هو اللون الف اللي هان وين هاي الف اللي هاي واضح طيب Alex false يعني معناها الالس صح وين الالس طاعت هذه اللي هي مين طيب الحين تم عند الالس اللي هان وينها اللي هي هاية شايفها كيف الالس ايش اللي هان واضح واضح النقطة هاي انا لاحظ احنا بدون المثال اللي هان هيك الموضوع كتير حتى هيصير صعب في موضوع فهو فكرة انك قبل ما تبرمج لازم تكون انت فاهم تماما بعدق التفاصيل المنطق تاعمين الكود اللي احنا نكتبه فانا استعنت بالطريقة هاي عدا بنسان نجميها الديسجين التريب هذا الموضوع بعدين يعني بس الفكرة تعتها سيمبل طيب الان هادا كل الكلام اذا كان الاف عندنا هانا مين اذا كان true هاي شايف اذا كان الاف true دخلنا العالم اللي هانا كله هاي شايف وكيف فهذا العالم هيك اللي هو العالم اللي هانا واضح طيب الالس الالس اللي بلاخضر تعت الاف اللي هانا انا كتبت عشان اوضح لك الصورة فالالس اللي هانا هاد الالس من الالس اللي هي هاي يبقى العالم اللي هانا هيك كله هاد العالم اللي هانا هيك هيكون البضي تعمين بعد الالس اللي هانا اول شي اذا بولي شايك علمين شوف لي اكس واحد اكبر من اكس ثلاثة هاي يبقى عندنا في الاف اللي هانا صح هاي الاف اللي هي هاد اذا ترو شايف اذا تروش قال لي اطبع لي يعني اكس اتنين بعدين اكس واحد بعدين اكس ثلاثة طيب والس واللا مدام يبقى حنرجع نشيك كمان مرة تشيك اف حيشايف الاف اللي هانا وهاد الاف اللي هان هي الاف اللي هان اكس اتنين اكبر من اكس ثلاثة اذا كانت الترو حيطبع لي مين شايف اطبع لي اكس اتنين اكس ثلاثة اكس واحد ترتيب يعني واللا الس شايف الالس تعت اف هايها هاد الاف انا وهي الالس تعتها الالس اللي هانا انه اطبع لي مين اللي هي اكس ثلاثة اكس اتنين اكس واحد هيك بنكون احنا انتهينا من السيدو كود واذا كان السيديو كود طبعا واضح فبالتالي البرمجة تكون اوضح لكن هذا البرنامج يعني من ضمن الامثلة عشان يفاهمك ويعزز لك مدى اهمية السيديو كود لا يمكن انك انت تبرمج مباشرة تستخدم على النتبين وبالتالي تبرمج وتعرف الكلام هذا ازايك بالسهولة هذا مستحيل كتير صعب فعشان يكد هانا ببين اهمية السيديو كود اللي فهمك المنطق وبعدك بعدين بيصير تعمل ترجمة او تحويل حرفة من الكلمة هانا تحولها لقيش على جافة بس هانا الموضوع كتير ابسط واسهل لاحظ عنا هانا وين في ترو يعني اف يعني هاي عنا اف واحد اتنين تلاتة اربعة خمس افات وين هن هاي الاف الاول هاي واحد هاي اتنين هاي تلاتة هاي اربعة هاي خمسة الفولس اللي هانا كان فولس عندنا هاي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وين ها اول واحد وواها حاي اواحد الله اتنين هاي اتنين تلاتة بعدين أربعة بعدين خمسة تريد أن تشيك إذا كان عند المدخلات فيها negative أو لا لكن هذا الالس الذي هنا هو دخلنا وين؟ دخلنا في العالم الذي هنا هيك عشان نشيك ونرتب الثلاث أرقام فهنا مع أنه السؤال مبين كتير بسيطاً يعني ثلاث أرقام رتب لي إياهم لكن المنطقة أو البرمجة تحتها زي ما أنت شايف كتير مؤقتة وتحتاج إلى تركيز لكن هذا طبعاً مهم جداً أنه نعرف المثال هذا ونعرف السيدو كود نفهمه صح ونعرف اللوجيك اللي مبنى على الترتيب لأنه بعدك حنستفيد من الكلام هذا في عالم الخورزميات في عالم الصورتينغ باعتقد أنه هنا الصورة هيك واضحة الآن يبقى موضوع اللي هو التحويل للكود والتحويل للكود طبعاً صار عندنا مباشر أنا عملتم بنفس اللاين هنا عشان أخذ يعني أنا نحتاج لفراغ طبعاً قال له دخل لي first number second number third number وبدأين طبعاً قيل لهنا إذا كان الـ x1 أقل من صفر أو الـ ort حولناها طبعاً للـ syntax تاعة java فهيعطينا هنا invalid input وإلا طبعاً عالمي إلا هان اللي حنعمل فيه نشوف نشيك على فبقول لي أول شيء شوف x1 و x2 وإرجع أنت على السلايد القبل عشان تأكدوا أن هذا كلام زين شوف x1 أكبر من x2 طبعاً لاحظ هنا هادي نستد F هادي نستد ايه؟ نستد F هادي نستد F لاحظ هادي تابع لها وكلام هذا احنا كمان ما فلتحكناه لما شرحنا على السيدو كود لاحظ احنا أخذنا قبل هيك في موضوع السيدو كود موضوع النستد الـ F هنا شايف الكود اللي هنا هيك هذا طبعاً نستد لمن للـ L's اللي هنا اللي هو وين اللي هن هدول شايف العالم اللي هنا هيك هدول نستد يعني من وين من الـ L's اللي هنا والـ F L's هادي كلها هادي شايف كلها الـ F L's هادي كلها هي نستد من مين من الـ F اللي هنا عشان يقول لنا هادي كلها شايف كيف أنا بعمل جائد هادي كلها نستد من مين من F اللي هنا طبعاً نفس الشيء بالنسبة لموضوع الـ L's انه الـ L's F هي باللولة سوات شايفو أنا عامله بالعمدة للألوان عشان توضح لك الصورة هي تابعة لمن للـ L's هادي نستد اللي هي F تابعة للـ L's هاي والـ F اللي هنا هادي كلها هيك مع الكود تاعة هي نستد من مين من الـ L's اللي هنا واضح 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 هادي كلام احنا اخذناه في محاضرات موضوع النستد F بس احنا يعني بنحاول نعطيك مثال عشان نعزل الكلام اللي حكينا الان نرجع لعننا تلاحظ هاي الـ L's وهأول F عندنا هان اذا كان X1 أكبر من X2 لان دخلنا هان اذا تروح شوف ريزا X2 أكبر الـ L's تاعة مين تاعة الـ F هاي الـ L's وإلا ايش انا محتاج كمان احقق اشوف هل X1 أكبر من X3 لاحظ اذا كان اكبر منها اذا تروح اطبع لي X1 X3 X2 وإلا الـ L's ايش نعمل اطبع لي X3 بعدين X1 بعدين X2 احنا خلصنا الشق الاول الحين طبعا ها شايف اللول الأحمر تاعت هاي وبعدين هاي تاعة الـ L's هنخلص منها الان هادي الـ L's تاعت مين شايف تاعة الـ F اللي هان انه المثال اللي معنا الـ L's انه X2 هي اللي اكبر من X1 او انه X1 اكبر من X2 false فشايف اللول الأصفر هادي اللي هي تاعة مين تاعة الـ F وهادي الـ L's اللي تابع على مين للـ F اللي هان خلاص يبقى المثال انا دخلت بدخل على الـ L's هنا لما بكون عندي X2 هي اللي اكبر من X1 او X1 اكبر من X2 false فعشيك بالأول وشوف انه هل X1 اكبر من X3 اذا true ايطبع لي X ما احنا اتفاجنا انه ورد ما دخلش على الـ L's الا اما كانت X2 اكبر من X1 فالآن بدي اشوف اذا كانت X1 اكبر من X3 صارت الامور واضحة بانه الترتيب بالأول X2 بعدين X1 بعدين X3 وإلا يعني ايش معنى وإلا هان انه هانا عندي X3 اكبر من X1 طيب ايش بالدعم اللي بقى بدي اشيك بين X2 و X3 حين هانا X2 و X3 اذا X2 اكبر معنى كلام انه اول واحد X2 بعدين X3 بعدين X1 وإلا هتكون عندي مين يعني معنى اكس ثلاثة اكبر من X2 يبقى ان حاجة على الـ L's هانا متى لما بتكون X3 اكبر من X2 واردي من الاول X2 اكبر من X1 فهيكون الترتيب ايش X3 بعدين X6 بعدين X1 طبعا ايك احنا منكون انتهينا اساسا من الكود هانا ولاحظ هان انه انا مرقم طبعا باللون الاصفر والاحمر عشان انت ما تخرططش هانا وهذا طبعا اخر اللي هو الـ Brackets اللي عندنا هانا اللي هو تعمين 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 أساسا هذا من ضمن الامثلة او من الكواد لازم تحلو لحالك بالأول واكتر من طريقة ولازم انك تكون او اكتر من مرة بمعنى آخر لازم انك تكون فاهم تماما بالضب الكود هدا كيف بيعمل لان الكود هنا بدلا انه معقد يعني شايف اكم من F وكم من L هنا هنا وهذا طبعا عززنا مفهوم الـ F والـ L والمنطق اللي احنا ممكن نطبقه في موضوع المقارنات باستخدام الـ F والـ L هيك احنا وصلنا لنهاية المحاضرة نراكم ان شاء الله المحاضرة الجاي ويعطيكم الفافية بسم الله الرحمن الرحيم